نضم إلينا من بغداد الباحث في قضايا مكافحة الفساد غالب الدعمي سيد غالب ورحبك معنا إلى هذه النشرة كيف تقيم بدايتنا دور الرقابي في مجالس المحافظات للحد من الفساد مساء الخير وشكرا للاستضافة في واقع حال مجالس المحافظات كانت ألقت بظلالها وألقت بعب كبير على الدواء الرقابية في العراق للآن دواء الرقابة المالية وهيئة النزاهة يحققون ببعض الملفات التي حدثت أو تم ارتكاب بعض المخالفات أو جرائم متعددة متنوعة على مجالس المحافظات وعلى مستوى المحافظين وربما أنتم تسمعون دائما عن بيانات هيئة النزاهة بلقاء القبض أو الاستخدام أو الحكوم على محافظين وعلى مجالس محافظات السابقة وأسبقين هذا الملتقى جاء لي كإجراء استباقي لتوضيح أدوار مجلس المحافظة ما هي حدودكم يا أعضاء مجلس المحافظة أنتم لستم تنفيذيون أنتم ترسمون السياسات وتصوتون على ميزانية الأقاليم تحديدا هناك موازنة تسمى تنمية الأقاليم تأتي موازنة محددة ثم توزع على مشاريع المحافظة بأكملها مع قضيتها وضواحيها وبالتالي يوم كان الحديث واضح سواء من رئيس هيئة النزاهة التي في كلمته أنا كنت حاضر هذا المؤتمر حدد لهم وفق القانون وفق قانون 21 المعدل ما هي واجباتكم وما هي حدودكم أنتم أقرب للخدمية والخدمية وليس للتشريعية كي لا يعودوا إلى ارتكاب صفقات الفساد السابقة هي لن تنتهي صفقات الفساد ستستمر ولكن أحتقل ستقوض القانون الجديد لمجالس المحافظات اللي يعدين حدد من صلاحياتهم أيضا رقابة هيئة النزاهة أصبحت كبيرة جدا الآن قدموا كشفات عن دممهم المالية أولادهم زوجاتهم أصهارهم أيضا ديوان الرقابة المالية يراقب عملياتهم ولكن أقولها بصراحة هناك مجالات هي لا تستطيع حتى الأجهزة الرقابية الكشفة عنها على سبيل المثال ربما يضغطون على لجان التحليل وفتح العطاءات في ديوان المحافظة يتعلق بتحويل العطاءات ربما يضغطون على الشركات في أخذ أموال أو أتاوات هذا الكلام لا يشمل الجميع ولكن يشمل بعضهم أنت تعرفين هو عدد كبير بحدود 360 أضوان على مستوى 15 محافظة باستثناء قليم كردستان هؤلاء عدد كبير فبالتالي يوجد مخالفاتهم من هذا الشعب جزء منه ولكن كلما تمت تجديد الرقابة تقل مخالفاتهم هذا الملتقى الأول وهذا الاهتمام الكبير حضره شخصيات مهمة حضره رئيسي وزراء حضره نواب أن هناك توصيات صدرت ضرورة مراقبة عملهم فضلا عن هيئة النزاهة والدوار الرقابة المالية والمراقبة الشعبية عمليات التبليغ عن هذه الحالات من قبل المواطنين هل تأخذ بعين الاعتبار أم توجب وجود أدلة دامغة بالمناسبة الشيء المهم في هذا الجانب الحملات التي أطلقتها هيئة النزاهة حققت نتائج هائلة وصلت حتى لبعض أفراد السلطة القضائية ووضعت اليد على تضخم مالي هائل كبير أحدهم حكمه بـ 17 مليون دولار هذا مبلغ كبير لشخص يعمل فيه مؤسسة قضائية وهناك نواب وهناك وزراء وشخصيات أخرى نحن قانون من أيل لك هذا فقط يطبق على المكلفين بخدمة عامة يعني الموظفون بدرجات معينة ومن ترتعي هيئة النزاهة أن يدخل ضمن هذا البرنامج حققت مجال واسع واستردت المبالغ كبيرة جدا وهي ماضية أحيانا اتصالات المواطنين حقيقة نتكلم لش موظف سابق في هيئة النزاهة يعني تطينا نقاط مهمة لا يستطيع الموظف أن يصل إليها أو التحري أو المحقق في هيئة النزاهة تعطينا معلومات دقيقة جدا حتى لا تكلف الهيئة جهود كبيرة وبالتالي تستطيع الهيئة الوصول للأداء بالتعاون مع مجلس القضاء لا يمكن يقاف عشرات عاملات الهدر يعني أنا أقولش في مرة في مصرف في كربلا بالصدفة رأيت أنا كمراقب جريمة اتصلت في عشرة دقائق تم انهاءها قبل حصولها إذن هذه طبعا بجهود هيئة النزاهة فمستوى التنسيق بين المؤسسات المعانية بين المركز والإقليم شوفي أنا اللي سامع من السيد الرئيس الهيئة بشكل مباشر واللي سامع من سيد وزير الداخلية يعني مباشر وليس عبر الإعلام قالوا أي متهم بقضايا الفساد أو الجرائم الجنائية الإقليم يعني يتعاون معنا بشكل كبير جدا مجرد إبراز المذكرة تصديقها من القضاء تكون الأسائش مع قواتنا الأمنية اللي تذهب هناك ويتم تنفيذ الأمر وحتى يأتي فريق معه من كردستان إلى بغداد صوري إذن هناك تعاون كبير في هذا المجال إلا في بعض الحالات ربما من يعتقد أنها سياسية ولتخص بعض الإعلامين هذه هناك تشدد كبير بها أسوة في دول العالم يتم الحديث دائما عن ضرورة وأهمية الأتمة التحول الرقمي كيف تبدو لك مستويات التحرك لهذا التوجه وتفعيله على أرض الواقع تحديات كبيرة وصعبة جدا وعدنا بالموانئ مع الضريبة وزارة المالية تعاني هناك عرقلة هذه الأتمة ستقضي على مافيات كبيرة في الحدود وفي القمارك وتقف كثيرا بوجه الوزارة ولكن بالنتيجة القانون سيمضي نعم نتأخر نتجارب كثيرة في أرمانيا حتى في الواقع المتحدة الأمريكية قبل مئة سنة كانت هناك ظروف ولكن بالنتيجة القانون ساد الأجيال جيل يأتي يكون أفضل من جيل آخر يعني لذلك أنا أتوقع أنه قد نحتاج إلى وقت ولكن بالنتيجة القانون هناك تنسيق دولي لمكافحة الفساد سيد القانون هناك تنسيق دولي هيئة النزاهة استردت نعم نعم هناك إحنا عدنا ملفات هيئة النزاهة تشتغل الآن دوليا على ملفين على قسمين ملف الأول ليخص الأموال ما قبل النظام قبل 2003 حقيقة نتائج مذهلة وبعد 2003 الآن استردنا هذه 2024 حدود 10 أو 12 متهم مع أموالهم وماضية لعملية حتى في الوقت المتحدة تم طرح هذا الأمور وطرح بعض الأسماء المتهمين بالفساد هناك عراقيل أيضا لأنك رؤية دولية يقولون بعض الملفات العراقية السياسية ليس مهنية هيئة النزاهة سقط القرن وحدة من هذه أو ما تسمى بسقط القرن وحدة من الملفات السياسية على حد علمك لو ما لها علاقة والله لا لا سياسية بامتياز أنا أقول هكذا هناك ملفات غيرها ومبالغ غيرها غيرها لعراق يمر مر بأزمات كبيرة ومواله سلبة تقدر ما أقدر أقولي 400 مليار دولار موازنة أربع سنوات للعراق العقارات الأتوات التخمينات الهائلة المشاريع الوهمية عشرات لكنه الآن وصلنا إلى مرحلة نحن أفضل من الأمس وأمس أفضل من القبل وهكذا هل هناك إمكانية لاسترداد هذه الأموال سيد غالب من الصعوبة جدا استردادها لأن دخلت بالاقتصاديات الدول الأجنبية وبدت تعتز بها المبالغ نمت واصبحت مبالغ كبيرة ولكن هناك نقاش عراقي الآن يقول لتبقى الأموال في تلك الدول بل تتحول ملكيتها من الفاسد إلى الدولة العراقية هذا نحن أقول إجابي يعني مثلا أموالاتها التجارية ليس الآن ليس الآن أعتقد مع المستقبل بس نحن لدينا مشكلة يعني علاقاتنا الدولية كلما شعر العالم بأننا ماضون حقيقة بمكافحة الفساد كفساد وليس مكافحة الفساد كاستهداف متى ما استطعنا إقناع هذه الدول وتحديد الاتحاد الأوروبي صعب جدا أن يعطيك متهم ما لم يقتنع مئة بالمئة أن هذا المتهم هو يعني متهم لغرض الفساد بسبب الفساد وليس بسبب دولة السياسية ومعاين وماذا متطلباتها للمدى تستطيع الحكومة توفيرها حتى الآن لإقناعهم هي شوف الاتفاقات المهمة يعني الآن عقود مهمة مع فرنسا عقدنا برسقال بدينا بها سويسرا دول أخرى كألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هذه الاتفاقات ومراقبة عملنا تعرفين هناك منظمات آخر منظمتين الاتحاد الأوروبي ومنظمة مينا فاتف شمال أفريقيا والشرق الأوسط رفعوا العراق من المنطقة الرمادية الخطرة إلى المنطقة البيضاء هذا مؤشر إيجابي جدا يعني هذه المنظمات تعتمد تقاريرها دوليا وبالتالي العراق بدأت تقدم يعني قبل شهر كنا ضمن المنطقة الرمادية منطقة اختيالات وفساد ومافيات وابتزاد إحنا غادرناها بس ما غادرناها وصلنا بعيدين عنها ما زلنا قريبين للخط الرمادي الحدود للخط المنطقة الرمادية لكن نأمل بما أننا عبرنا حدود المنطقة الرمادية إذن سنصل إلى منتصف أو المنطقة الخضراء أو البيضاء هم يسموها في هذا في ضمن المنظمات الدولية والشفافية نمتنى كثيرا لك على تواجدك معنا من بغداد الباحث في قضايا مكافحة الفساد غالب الدعمي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك